بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في سلطنة السلام والمحبة هنا تجمعنا هذه الرياضة العريقة دائماً على الخير والمحبة على بركة الله وتوفيقه أيها الحفل الكريم يعلن أحد الأشواط المهمة في صباح هذا اليوم شوطن السادس الذي ينطلق على أرضية هذا الميدان هنا يندفع من اللجنة المنظمة والمتابعة أعلنت الانطلاق وسمحت لهذا الشوط بالظهور هنا في هذه الساحة التراثية الرياضية التسعير مشاهدين الأعزاء الميتين ألف ريال أعماني مقدمة في مسار هذا الشوط لصاحب الحظ الذهبي الذي سيخطف هذه المكرمة الغالية المقدمة من مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه نذهب لنتابع مجريات هذا الشوط وماذا يحمل لنا من إثارة وتحدي على أرضية هذا الميدان نلحق بركب المقدمة ونجد الواري على مقدمة هذا الشوط يقدمها محمد بن سعيد بن حمود الوهيبي الذي ينطلق مع البداية الأولى مع مركز الصدارة بينما على المركز الثاني نتابع أيها الإخوة الكرام من وصلت على ثاني المراكز تبغي الندى وتبغي الانطلاق إذن الذهيب على المستوى الثاني لمسلم بن أحمد بن حربي بن سالم تنطلق مع ثاني المراكز المركز الثالث وتابع أيها الإخوة الكرام الوجود من وسام العبدالله بن سعيد بن خلفان الرشيدي إحدى الأسماء اللامعة هنا مشاهدين الكرام والصعبة تنطلق في مسار هذا الشوط المركز الرابع أيها الإخوة الكرام نتابع اللي على المركز الرابع تدخلت إلى ثالث المراكز في هذه الأحظات تحمل الرقم 32 ونتابع سرابل عبدالله بن حارب بن عامر الدرعي المركز الخامس أيها الإخوة نتابع على المستوى الخامس من هذا الشوط جبارة الحمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري المركز السابع أو المركز الساد نتابع مشاهدين الكرام سرابه البطي بن حمد بن سعيد بن عبدالنعيمي سابع المراكز ويحمل لنا اسم الصائلة على المركز السابع أي قدمها حمود بن عبدالله بن سالم اليحافي ثامن المراكز وعمق الميدان يحمل لنا الرقم 33 ونتابع مشاهدين شقرال علي بن عبدالله بن عواظ البلوشي المركز التاسع وصلت أيها الإخوة الكرام هجوم لمحمد بن علي بن خليفة أرميثي من دولة الإمارات حاضرة وعاشر نتابع أيها الإخوة ونختم بها الندى في هذه اللحظات التي وصلت وتدخلت تحمل الرقم 15 تعويض لصبيح بن سالم الغيلاني هكذا النتيجة ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوت حيث الإثارة حيث التحدي حيث الجماهير التي هنا تتابع وتراقب مسار هذا الشوت ونرجو من الأخوة أصحاب السيارات أن ما حد يقتفي سيارات التصوير نذهب إلى مقدمة الشوت نتابع الوارية الله الشوت واري الشوت ملتهب الشوت ناري الشوت حماس الشوت بكل مقاييس القوة والإثارة نتابع الوارية لمحمد بن سعيد بن حمود الوهيبي الذي ينطلق مع مقدمة هذا الشوت ليقدم لنا الوارية على الخط الأمامي من هذا المسار بينما على المركز الثاني نتابع ثنائية جميلة تتشكل على المستوى الثاني ونتابع أيضا الصايل الحمود بن عبدالله بن سالم اليحافي المركز الثالث أيها الإخوة الكرام نتابع هناك أيضا معنى تعويض لصبيح بن سالم الغيلاني والمركز الرابع من الجهة اليمنى نتابع أيضا هناك سرابة العبدالله بن حارب بن عامر الدرعي المركز الرابع يا سلام يا سلام اللي تحركت في هذه اللحظات تبغي لها مراقبة تحمل الرقم 33 شقرة علي بن عبدالله بن عوض البلوس هي ولكن ولكن مقدمة الشهوط شوف شوف الانطلاق لا زالت على الدفع الذاتي والأدى التلقائي 800 متر فقط ما تبقى عن التسعير ما تبقى عن 200 الفريال يو السلام يو السلام شوف الانطلاق شوف التحدي حاضر 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 من الوارية التي تنطلق مع مقدمة هذه الشهوط تقدم العرض الجميل ولكن يا راعي الوارية شوف الهجوم شوف الهجوم من اللي تحمل الرقم 15 هناك تعويض الأصبيح من سالم الغيلاني والثنتين الصراع على مقدمة الشهوط يا السلام يا الغيلاني راح بعمل نقدم مع الصدارة مع الانطلاق الجميل هنا على مقدمة الشوت مع الخمسمائة متر الأخيرة التي تحمل لنا تعويض على مقدمة هذا الشوت لتتصدر كل الأسماء وتنطلق مع المقدمة الأولى مع المركز المحبب لدى كل المشاركين الله العرض الجميل والرائع اللي يتقدم تعويض على أرضية هذا الميدان لصبيح بن سالم الغيلاني يا السلام يا الغيلاني يا سلامي الانطلاق الجميل والعطاء المميز اللي يتقدم تعويض على مقدمة هذا الشوط قالت باي باي ل37 اسم خلف تعويض تنطلق تعويض مع المئة متر الأخيرة لتعلن نفسها أنها بطلت هذا الشوط تهانينا والناموس لصبيح بن سالم الغيلاني بمناسبة فوز تعويض في هذا المسار وفي هذا الشوط المركز الثاني وصلت الواري لمحمد بن سعيد بن حمود الوهيبي والمركز الثالث الرقم 38 على المركز الثالث ملك حمد بن محمد بن سالم بن جهويل تحمل الرقم 38 مشاركة أيضا على أرضية هذا الميدان أحد الضيوف هذا الميدان أهلا وسهلا بكل الضيوف إذن نعود بالتهاني والناموس لمالك تعويض صبيح بن سالم الغيلاني بمناسبة فوز تعويض في مسارنا أيضا من مسارات الخير والتحدي هنا على أرضية ميدان الفليج لسباقات الهجن ننتظر التوقيت الزمني من الأخوة القائمين بهذا الدور أيضا وهذا الجهد المبدون لإنجاح هذه التظاهر الرياضية هنا على أرضية ميدان الفليج لسباقات الهجن الذي يحتضن هذه التسعير المقدمة من الهجانة السلطانية أيضا التوقيت الزمني 6 دقائق 21 ثانية 34 جزءا من الثاني توقيت تعويض أما المركز الثاني حققت التوقيت الزمني الذي مقداره 6 دقائق 24 ثانية و77 جزءا من الثانية هذا التوقيت الزمني تهالينا والناموس لكل الأخوة الفائزين في صباح هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر